السلام عليكم صديقاتي مرحبا بكم في قناة عبد الرحمة تعليم كروشي نتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله ويقاكم بالفيديو في أحسن حال وشاركم مبروكة ومبروك عليكم ذكرى مولد النبوي الشريف يدخل عليكم بالصحة ورزيق وكما تتمنى إن شاء الله اليوم أريد أن نشارك معكم جليل بديا البنية الصغار اللي طبعا ما كان نسوهم شيء في هذه المناسبة وهم الأهم تاوما كيلبسوا التقليدي ما كان نسوهم شيء كذلك من الكروشي كان بغيوا تهموا في هذه المناسبات الدينية أو لذكرى للمولد النبوي الشريف كان بغيوا اللي بسوحنا التقليدي وكذلك حتى نريدتنا الصغر فالذك الشيء أم عبد الرحمة دالي تعليم كروشي دائما كتبغي تفكركم بالكروشي ويجيو لكم أفكار اللي كتكون جميلة ورفيعة وآنيقة يعني اللي كتعطي قيمة للمستوى دي القروشي فقلت بهذه المناسبة ما كان شيء حسن منها قلت رأنا شارك معكم هاد الجليل بات ديال البنية الصغار خصوصا نحن فصل الخريف مقبيلين على فصل الشتاء إن شاء الله الله يرحمنا بأمطار الخير يا ربي جبتكم هاتويب اللي غزال ديال المليفة وكذلك في هاد ديال التويب أخر حتى هو غزال فعملت جج ديال الألوان في هاد الجليل بها دي دخلت جج ديال الألوان و جج ديال أنواع ديال التوابات اللي منهم مليفة ولي منهم هاد كتويب اللي كيكون مشرط فاستعملت هات جلا فا جج ديال التويب أس كم ما قوت لكم و جج ديال اللوينات فبغيت ندخل شي حاجة هاد جيلبة هدي مدم هي صغي ورا هكذا بغيت ندخل لشي حاجة موضيلي مزيونة وتكون آنيقة فكيما كتشوفو منسيتش اللامسة ديالي دائما ديال الكروشي وخان عمل كيما عملت تقليدي وخان خدمة بالخدمة المعلم وخان مع احتراام من جميع الصناعية المعلمية تحييين كبيرة ومهادو المينبار كتقولكم اوما عبد الرحمة تعليم كروشي اواشركم ببروكة كيما قوت لكم وخاتكم كيما كانت صنعة ما كان نساش دائما الكروشي كي أجبني تكون وحي اللامسة خفيفة ضريفة كيما قوت لكم استعملت الكروشي فقط في الطويق او لا في الحطة ديال السدر كيما كتشوفو في الطوق تماما استعملت وريدات صغيرين وهاد الوريدات كنت صناعتم انا خرجتم يعني من الإبداع ديالي خرجتم غيم راسي ما شاء الله اللهم بارك وزيد في ذلك فغيمني ادي بدعتم هكدا وخرجتم من راسي وكان سبق لي هاد الوريدات هضرت عليهم فيديو مجوج ما ثلاثة ثلاثة فيديوهات كنت تذكر كنت عملت بي محلقة دورة ديال الوريدات كنت زالة كنت لقات استحزن الأخوات والمعلمات طبعا اللي كيتابعوني بين قوصان المعلمات اللي كيتابعوني كنت عجباتهم بزاف وكلي يدخل عندي الانستغرام وكلي يتواصل معايا عجباتهم هديك الوريدات وكنت طبقت معاكم الشرح ووريتكم كيفاش كيجيوا هاد الوريدات بالمناسبة للتذكير هاد الوريدات عندي الشرح ديالهم بالتفصيل كيفا هما كيتخدمو ورا كين فيديو وكين فيديو ديال القندورة او القفطان كيفاش خدمت القفطان وكيفاش صورتو على المانقة مهمكين هاد الفيديوهات كاملين غدي نشاركو ان شاء الله معاكم في فيديو فوق فإلا كنتو مهتمين وعجبوكم هاد الوريدات دخلو الفوق الشاشة كين تم ما غدي تلقو فيديوهات متردس بين مرابع طيتم غايجيكم اللول والثاني والثالث ان شاء الله اول كيفاش القندورة جات مخدمة بهاد الوريدات ثاني حاجة كيفاش خدمتهم ثالث حاجة كيفاش كنت صل جزء الثالث حيث كنت عمت فيهم اجزاء بزاف وخا كنزرب عليكم ولا كنقوي عليكم ولكن كما كنقول لكم دائما كلامي كامل كيكون مفيد مش كنشكالكم راسي ولكن دائما كنجيب شي موضوع فكيكون قاع المواضيع مهمين خصوصا المعلمات ربكي سمعوني والمعلمات ديالي ما دنسوناش في اشتراكات ديالكم ولاي لايك وشجعونا الله يجاتيكم بالخير كما قلت لكم الكلامي دائما كيكون في شي حاجة مفيدة يعني كيخص الكروشي والخياطة والتقليدي والتوابة والخويط يعني الأنواع هذا والأهم ما كنبغيش ندخل عليكم أي حاجة عرفتها وكنت يعني كنعرفها في الكروشي وخدمتها وعلمتها أو تعلمتها كنبغي نفيد فيها الأخوات لوجه الله بش تكون يعني دعم الفائدة كل شي يتعلم كل شي يستفد خصوصا دائما كنعود نقولها ربات البويوت اللي ما عندهم مش الوقت يخرجوا يتعلموا كنقول هاد المين بردا هاد الوسيلة يعني ده هاد القناة كنتمنا تكون خير علي وليكم إن شاء الله تعلموا منا تستفدوا تاخدوا فكرة في العالم الكروشي شنو والكروشي كيفاش الكروشي مع التقليدي كنحاول اللي تعلمتو نعطيه لكم تنتونا فكما قلت لكم رجعوا الموضوع دينا غديد القاول أجزاء كاملين في الشاشة فوق أخدموا إلا بغيتوا عجبتكم أنا عم تأكد هاد جليل بغاد عجبكم حيث عملتها آنيقة مشي كان شكرا ولكن عجبتني بزاف عملت اللمسة دي القروشي إلا غا شفتوا ما غا دردوش البال فقط غير في الطويقات عملت هذوك الوريدات اللي اعتمدت عليهم وجليل با كانت كاملة بالقروشي ولكن كان مضقوك ما شاء الله اللهم بارك وزيت في ذلك وكان ديك التناصق دي الألوان بين الحسبي والمشارط هدا هو اللي كاين هذك التوب ديال المليفة الخضر وهذاك المشارط الجم زيون فأنا عادي فتلكم ممكن دنتو مدقي وجلابة حسبية لأن الصغيرين ما كان حرف لكش فيهم طريف دي التوب ممكن تخرج جلابة ومين باش مطاول شي لكم شوفوا الفيديو حتى الأخير تمتعوا لي معارسكم شوفوا هاد الفيديو استفدوا خذوا فكرة ودخلوا الفيديوهات آخرين وإلا أعجبكم الفيديو أنا مأكدة غديعجبكم وقد خليوا رأيكم كي يهمنا تعاليق البناء خليونا رأيكم كنزيد نتشجع وننزل معاكم بزر ديال الأعمال وكان واحد الراصيت كبير اللهم بارك وزيت في ذلك إن شاء الله كان واحد الراصيت كبير ديال أم عبد الرحمة تعليم كروشي اللي كل مرة كنحاول نعطي منه واحد شوية باش كل شي يستفد ما بد نساوناش بلايك اشتركوا وفعلوا الجرس وبرتاجيو الفيديو مع الأهل والأحباب ورا ما نسيتكمش بالتطبيق را كان في الشاشة فوق ودعمونا دائما شكرا للكم واشركم وبركاته ترجمة نانسي قنقر نحن كنتم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة